السلام عليكم ورحمة الله واللهما صلي وسلم على رسول الله مرحبا بكم اليوم على قناة لكي اليوم شاء الله جدتكم في أول حلوية العيد بإذن الله تعالى يدخل علينا وعليكم بالصحة والهنا من أروع الحلويات جهشة خفيفة مقادير بسيطة جدا 125 جرام مارغارين راح نخدمه ما شاء الله كمية كبيرة على بركة الله بسم الله تبعوني في المقادير وطريقة التحضير سيخطوا طريقة التحضير في هاللزاستوس باش تنجح معاكم واتجيكم بهذا الشكل ما شاء الله تدوب في الفوم على بركة الله بسم الله نبدو في وصفتنا هنا عندي 125 جرام مارغارين استعملت ديمة راح يملي حل الحلوية اخواتي تعطيكم نتيجة بزاف شابة لديت هنا بالميزة 125 جرام نحطها وكانت طريقة بدرجة حرارة الكوزينة من بعد هنا نزيد معاها نضيفها بسباتول باش تسهل علي العملية نجيب هنا نجيب هنا حبة البيض حبة بيت كاملة لا تكون حرارة الكوزينة لا تكون خارجة من الفريجيدر هذا يجعل الحلوات تنجح هنا يزوج مغاربة سكر غلاس سكر ناعم السكر الرضب نغرب لهم هنا باش لا نخلي جاعة حافظة الطبيعي ونضيف ملعقة كبيرة نضيف ملعقة كبيرة تكون معمرة هنا نفصوق نحن تهدوا نوعية جيدة مع نتيجة هنا هنا اضيفت المكونات كما في الباتل او بالقرف وفرشيطة سكرت المكونات وتضيف المكونات ضيفة الميزينة كما في التجنة المكونات تمزج مع بعضها مليح مليح لتجيكم ناشحة المول لديكم لا تتقيدوا بالمول كما قدرتها نضع الفارينة فارينة تحتوي على حلوية 45 مليح نضيف سباتل نضيف العجينة ونضيف العجينة ونضيف العجينة تحتوي على أطراف الأصابع لا تستعمل لك أساسي نضيف العجينة الضحة نضيف العجينة نضيف العجينة نضيف العجينة يقل بالمول الميتها فقط بأطراف الأصابع بلا منعجن و هذه عجين تكون طرية و لا تكون شمشة أو نشفة و لا تكون طرية استعملت هذه المولة الحديديين تقدروا تخدموا سيليكون لديك دائرة المهم الذي لديك هنا خدمة في المول لا تقوم بهم لديك دائرة قطعة من العجين لا تكتروا و لا تقوم بهم لديك دائرة لديك دائرة تقعروا تحت و لا تغلطوا العجين لديك دائرة لديك دائرة لديك دائرة لا تقوم بها لخمارة الحلوة حميتها في السنة و ندخلها في الكوشة حامية حميت الكوشة تحميها 5 دقائق و ندخلها على درجة حرارة 160-170 درجة و لا تدخلها في 170 درجة في الرافة الوسطاني حتى ترى كوتيتا و حم و أقلعهم هنا أردت لكم القطايف فهو الزفق لديك دائرة لديك دائرة حميتها في الكوشة بعد فتناها من هناك كتاب يتقوم بإبطاء حمر لكي يقعد لكم مقرمش أطول مدة جميعاً لفخص و الحشواء في ملكة أستوس لكي نتعابها يجب أن ندخل القطايف نضيف طوفي كرامل و ثاني الكوكاو و محمص و مرحي هنا لدينا رحيته وهو قد تستخدم تقليل و هو دافي وهنا لم يكن مخشين كان متوسط كما من حبات الطعام هذه كرامل كرامل و دفيتها فوق النار لتطلق معنا و المقادر الحشوة تزوج عبر الكوكاو و نصف القطايف العاصلات المحمصين هنا الكوكاو و محمص و مرحي القطايف الثاني محمصين طوفي كرامل نبدأ المكونات الحشو نضيف ملعقة نستعمل يدي لنضيف طوفي كرامل نضيف ملعقة صغيرة مرغاية نبدأ نعجن نضيف ملعقة صغيرة نضيف ملعقة صغيرة نضيف ملعقة صغير نضيف افطه نضيف ملعقة صغيرة نضيف ملعقة صغيرة نضيف افطه اضع الكرامل و الطوفي كرامل اضع نصف طوفي كرامل اضع الحشو اضع الكرامل و الطوفي كرامل و الطوفي كرامل أضع و اضع نصف طوفي كرامل اضع الحشواء على الكرامل اضافة كرامل ثانية اضافة الانهاتي ساعدتها من حشوة اضافة الانهاتي اضعها مباشرة فوق القطايف و ترمضها مليح مليح تلبسها غاية بهذه القطايف شاهدوا الحلوه هذه ساعة ونصر لساعتين بالأكثر نكمل هذه الحبات نعود معكم حبة أخرى نضيف الكرامل السدرات على تضيع المقصد تضيف اللي يغنب لا تقصح الوقت لا تضيف او لها نحن نضيف الكرامل انا اختارت هذا المقصد بسرط جدا اعطيكم 32 حبة و 125 جرام تعمار غارين مع حبة على البيض وهذا هو الشكل التاحه بزاف 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 ابنين اخواتي من اروع الحلويات هذي يديروها اغدسوها اعطوهم يدوقوا وبعدسوها باسكوية غادي يكملوها لكم في دقيقة تلمو بزاف بنينا شوفوا معي كتجي هشة طرية الحشو معدي ما نقول لكم وهنا اجيكم معمرة بهذا الكراميل استودعكم الله